أن الجميع مسؤول عن الأزمة في لبنان لا طرف على حساب طرف آخر يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمة دون شراكة دولية أظن أن لبنان منذ العام 92 يحكم بالبدع ويحكم من خارج الدستور حدث انقلاب على الدستور وأقيم نظام المحاصصة الطائفة وتعمق هذا النظام بعد العام 2005 والطبقة السياسية تحاصصت البلد منذ انتخابات 92 سبع أشخاص يحكمون لبنان لا مجلس نيابي في لبنان لا رقابة نيابية لا تشريع لا حكومات تقرر هناك سبع أشخاص خرج في العام 2000 وال2005 شخص أو اثنين دخل مكانهم اثنين سبع أشخاص لا غير هم من يحكمون البلد هم من أخذوا البلد إلى الانيار وليس الخارج وهنا وعارض الاستاذ بيتي الخارج لم ينهب 48 مليار دولار في الكهرباء الخارج ليس مسؤولا عن فجوة مصرف لبنان حوالي 50 مليار دولار الخارج ليس مسؤولا عن بدع المالية والنفقات الهائلة التي تتطلب تدقيقا جنائيا ليس مسؤولا عن ما جرى في مجلس الإنماء والإعمار وهي الأمكنة الأربعة التي تم بها النهب الخارج ليس مسؤولا أن البنوك أفلست منذ العام 2013 ومنذ ذلك التاريخ كان يتم تأمين تغطية للموازنات والإنفاق من ودائع اللبنانيين في البنوك الخارج ليس مسؤولا عن عشر مليار دولار عايش على المساعدات لبنان عايش على المساعدات سيد السبيت الساسم لك سأعطيك حق الرد سيد السبيت لبنان حصل على ديون ولم يحصل على مساعدات من أحد المال الأساسي الذي عدل فيه جزئيا في الموازنات هو أموال اللبنانيين المغتربين أكثر من سبع مليارات كان الرقم كل سنة البلد الثاني في العالم من حيث تدفق أموال المغتربين بعد مصر ولم يقدم للبنان أي جهة كانت ودائع مؤقتة ما من أحد أعطانا منها نعم كان هناك قروض ميسرة ما حصل في لبنان أن طبقة سياسية كانت مرتهنة واختطفت الدولة وهذه الطبقة السياسية المشكلة أنه لم يتكون بديل عنها مطلوب منها اليوم أن تشكل حكومة فأي حكومة ستشكلها أي أصلاح بالأمس القريب قبل ثلاث سنوات مؤتمر سادر كان سيمنح لبنان ديونا بقيمة 11 مليار دولار لم يرى النور لماذا؟ لأن كل التعاهدات التي تعاهدت بها الحكومات المتعاقبة لم ترى النور وبالتالي لم يحصل لبنان على أي فلس نحن أمام طبقة سياسية تريد أموال باسم الشعب اللبناني تستدين تنهب وتحمل للبنانيين إذن ما الحل؟ ما الحل سيد صالح؟ ما الحل؟ مؤقتا لا بديل عن حكومة دير الأزمة بيروت الآن كما كل لبنان بيروت مدينة مكسورة بالعطمة بعد 50 مليار دولار دفع على الكهرباء بدون كهرباء الناس في العتمة في مناطق أقل من ساعتين الكهرباء خلال 24 ساعة على الأقل نريد حكومة تدير الأزمة لبنان يحشى المواطن الرغير يا سيد سبيتي سأعطيك حق الرد بشكل كامل أرجوك لا تقاطع ضيفنا سيد صالح تفضل على عجالة سيد صالح السيد علي يرى السمع فضيلي السمع فضيلي السيد علي فضل سيد صالح مطلوب حكومة أن تدير الأزمة أقله وما من حكومة يمكن أن تنتشل البلد مثل هذه الطبقة السياسية المطلوب حكومة زاد مصداقية